بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم بستر أحمد الباشا وإن شاء الله نبدأ مع بعض في الليسن ده هنكمل كلامنا عن الجرافتي وهنشرح أكتر عن تأثير الجرافتي خصوصا عاوزين نفهم نقطة أن الجرافتي بتبقى متجهة ناحية السنتر يعني دايما أي شيء موجود على سطح الأرض بينجذب للمركز بيقولي هنا يعني إزاي بنشوف تأثير الجاذبية أو الجرافتي ما ممكن واحد يقولك مفيش حاجة اسمها جرافتي لا تعال نشوف البيضة ممكن أن هي لما تسيبها تقع للأسفل ممكن أن تسحلق من أينك وتقع على الأرض يعني ممكن تبقى تسبح في الفضاء كيفية بس تسبح حوالين كوكب الأرض لأنه برضو ما زلت أنت تحت تأثير كوكب الأرض The effect of gravity on planets ده برضو واضح جدا أن الشمس دي أكبر من كل الكواكب فإحنا قلنا اللي عنده ماس أكتر بيعمل attraction لكل الباديس اللي حواليه In space there are big and small planets في كواكب كبيرة أو كواكب صغيرة Where bigger planets keep more gravity than smaller planets الكواكب الكبيرة عندها جاذبية أكتر من الكواكب الصغير The force of gravity keep planets revolve around their orbits or on fixed paths around sun يعني الكواكب دي بتلف حواليه إن الشمس في مدار ثابت ده برضو بسبب موضوع الجرافتي كل دي أدل على وجود الجرافتي كمان لو أكتبت الكورة إنها بتغير اتجاهها من up to down ما هو ده تأثير الجاذبية What goes up must come down اللي بيطلع لفوق لازم ينزل لتحت Gravity change direction of anything you throw into air ده شيء منطقي أنا بقوله ولكن أنتو أصير أساسا إيه أساسا فهميه ماشي فهنا بيشرح الجزئية دي إن الحاجة اللي بتطلع لفوق لازم تنزل تحت By effect of gravity Because gravity force is acting on pole وممكن تقرؤ الكلام ده اتكلمنا قبل كده برضو عن الماسس وشرحنا في الدرس اللي فات إن by increasing mass وطولا هنا لازم تفهم نقطة إنه بيعيد المعلومات أكتر من مرة علشان تفهموها أكتر فبيقول هنا إن إحنا لما أكلمنا قبل كده قلنا bigger mass عنده bigger gravity أو إن الشيء الكبير دائما بيكذب الصغير يعني الشمس بتكذب الأرض والأرض بتكذب الأمر Gravity and mass As all objects have gravity Because they all have mass النقطة مهمة جدا يعني أي حاجة لها تقل لها mass بيبقى لها gravity Objects with greater mass exert greater force on object around them As earth and the moon system Earth is bigger than moon الأرض أكبر من الأمر And it has more mass وعندها more mass Earth has stronger gravity than moon الأرض عندها جذبية أكتر من الأمر Also gravity of moon causes attraction of earth toward moon يعني gravity بتاعت المون أو الجذبية تحت الأمر خلص بتعمل attraction للأرض فبيفضل الأمر يلف حوالي الأرض Moon stay fixed orbit around earth طيب يا مستر حدريب قلت لنا لو في مثلا أي حاجة على كوكب الأرض بتنجذب للمركز أي حاجة بتروح نهد السنتر فتحانا نبص على التجربة دي Activity هيديب مجموعة من الكتب ويجيب metri stick وهيجيب string زي الحبل كده corporate reactor و small weight وهيبتدي يثبت الخيط في المسطرة ويحط التقل ده مشي ويرفع كتابين كده وكتابين كده ويحط المسطرة ويسيب التقل ده طبعا هتلاقي أن التقل ده لما انت علقته انجذب للأسفل ولو قصت انت الأنجل دي اللي هي الزاوية دي والزاوية دي بالprotractor هتلاقي 90 درجة 90 درجة وهنا 90 درجة يعني زاوية قايمة measure the angle between meter stick and string using protractor هتلاحظ إيه هتلاحظ أن angle will be 90% because gravity always pull object down يعني انت لو علقت object كده هتلاقي أن الزاوية دي دي 90 درجة وتلاقي أن الزاوية دي 90 درجة معنى كأنه هو مجدود لتحت بالظبط يعني منجزب للأسفل بالظبط طيب تعال نعدل بقى نخلي في كتب أكتر هنا وكتب أقل هنا هل بقى الوزن هيبقى ميل كده لا الوزن برضو لو أنت استو هتلاقي نازل لتحت use several more books at left يبقى أنا كده رفع طالفه إيه اللي هنلاحظه when meter stick is tilted upward angle between meter stick and string less than 90% هتلاقي أن الأنجل دي بقت أقل من 90 درجة طيب لو عكسنا الناحية الثانية اللي هنلاده أكتر وده أقل دي هتبقى أكتر من 90 درجة طيب إيه اللي هنلاحظه بنستفيده يا تجربة مش حفظ طبعا هو الفكرة إنك لو أنت فضل تتغير لو أنت إنت 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 جرب هات مصطرة ماشي وحاول أن أنت تتني المصطرة دي اليمين وشمال هتلاقي في كل مرة الوزن اللي أنت حطه ثابت في اتجاه المركز تحت إيه الأرض أو متجه نحية الأرض في نفس الاتجاه معنى كده الكونكلوشن بتاعنا إيه كل الأشياء بتتجه نحية المركز بتاع الأرض كل ما الوزن أو الاتجاه بيتغير دايما الاتجاه رايح نحية الأرض فمهما تغير اتجاه كده أو الاتجاه كده بيفضل رايح نحية المركز بكده نكون خلصنا اللي سن ثري بتمنى لكم يا رب كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر أحمد الباشا باي باي ترجمة نانسي قنقر